اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا ضمن منظومات مثل ما حكينا ففتنا بمنظومة الدعامة والحركة اللي هي بتتكون من الهيكل العظمي ومن العضلات فبدأنا منطقيا انه اول شي رب العالمين بيخلق لنا العظام ثم بعد ذلك يكسو العظامة لحماية اللي هي العضلات تمام طبعا هذا المنظوع بده جهاز تحكمي يقدر يتحكم لي فيه يمثلا العضلات حكينا انه هي ارادية ولا ارادية والعضلات هي اللي بتحرك العضل خلال التقلص والتمدد تبعها فبالتالي انا لازم تمام ادرس هاد الجهاز اللي عم يتحكم بجسبي كان بعضلاتي او بحركتي ولا باشياء كتير كتير غير هاد الموضوع اللي هو الجهاز العصبي اللي خلينا نقوله من منظومة الاتصال والتنسيق او بتعبير اخر هو التحكم هو جهاز التحكم بالجسم ومثل ما حكيت لكم انه هو الدماغ ويلي موجود وماعني اخواء الشوكي وطبعا فيه مكونات عصبية اخرى تساهم بعمليات التحكم ولسه الموضوع عمق من هيك حكينا عنه المرة الماضية انه مثلا مو بس كمان الجهاز العصبي احنا فيه عندنا غداة صمت تتحكم تمام وكل هاد الموضوع بيخلق لي منظومة متكاملة جدا اسمها منظومة التنسيق والاتصال يا اصدقائي نحن وصلنا بحديثنا بجهازنا العصبي عند النخاع الشوكي النخاع الشوكي تعالوا نشوف شو بدنا نحكي اليوم بمنظومة التنسيق والاتصال اتفضل عشيش خد الصفحة والله ما بعرف بالضبط الصفحة حدا من الصفحة خانسي سبعة وخمسين سبعة وخمسين خانسي خمسة وستين الصفحة ايه تمام تمام لانه فيه كتب بي دي ايف وفيه كتب عادية سبحان الله بتختلف البي دي ايف بيخلف ترقيمه عن الكتاب العادي احيانا طيب اصدقائي بمنظومات التنسيق والاتصال عند الانسان بحي المنظومة فيها جهاز عصبي فيها حواس خمس وفيها غداد صن حديثي كله حاليا عن الجهاز العصبي بالجهاز العصبي اصدقائي بلشنا بأول درس من الدروس اللي هو اقسام الجهاز العصبي وخلصت منه اليوم بدي احكي عن النخاع الشوكي والاعصاب ولاحقا باذنه تعالى رح احكي عن مظائف هذا الجهاز وصحة هذا الجهاز تمام هاي مخطط لحتى نعرف وين نحن حاليا يالله بسم الله شو بدي اتعلم اليوم من الدرس شو اهدافي بهذا الدرس بدي اطلع منه بمجموعة اهداف شو هي اولا ام اصف النخاع الشوكي وان ارسمه مقطعا عرضيا له هاي اول فكرة لازم اصف النخاع الشوكي شو هيكي شلون شكله وبدي ارسمه كمان لازم حدد اقسام الخلية العصبية من شو بتتكون الخلية العصبية من شو بتتكون اللي في العصب تمام ان اقارن بين المادة الرمادية والمادة البيضاء من حيث مكوناتها وموقعها يعني المادة البيضاء بره جوه المادة الرمادية من بره من جوه بتختلف من شو المادة الرمادية من شو بتتكون البيضاء من شو بتكون وكل واحدة يعقلها مكونات مختلفة عن الثانية ان احدد مكونات الاعصاب وأميز بين أنواعها تمام لش في عندنا أنواع للأخصاب طبعا في عندنا أنواع ورح نميز بين هاي الأنواع أن أستنتج موقع استحايا من خلال الرسم ووظيفة كل غلاف منها رح نحكي عن مصطلح جديد اسمه استحايا شو هي استحايا كيف ممكن أرسمها وكيف ممكن أعرف وظيفة كل طبقة من طبقات استحايا يلا بسم الله هاي أهدافي بهمة عالية خلونا نكمل درسنا بسم الله رح تصادفني طبعا كل مرة كلمات جديدة بكل درس تعالوا نشوف الكلمات اللي بدأت تصادفنا اليوم نخاعد شوكي مادة رمادية الدبق العصبي الليف العصبي العصاب السحايا الخلية العصبية أو العصبون والمادة والبيضاء هدو المجموعة من المصطلحات اللي ممكن تلاحظها خلال سيري بهذا الدرس رح رد أرجع لهي الصورة اللي عرضت كمان بدرس الماضي نحن أصدقائي بالنسبة للجهاز العصبي عنا مكون من طرفين أساسيين نحن عنا جهاز عصبي مركزي اللي هنلا نحن بالصدد دراسته وفي عنا جهاز عصبي محيطي لاحقا رح ندرسه أما كل حديثي حاليا يدور حول الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي المركزي هالمخطط الحلم يلي شفناه بالمرات الماضية وكوان اليوم نحن لازم نشوفه أصدقائي بالنسبة للجهاز العصبي نحن في عنا طرفين أساسيين المركزي والمحيطي المركزي هلأ كله أنا هلأيك عم أحكي عنه مكون من طرفين أساسيين من مكونين أساسيين المركزي ها الدماغ والنخاع الشوكي الدماغ والنخاع الشوكي حكينا عن الدماغ وقلنا أنه الدماغ يتكون من مخ ومخيخ وبصلة سيسائية حاليا خلصت الحديث عن الدماغ كلياته شو مكوناته رح نتقل بحديثي عن النخاع الشوكي النخاع الشوكي يلا تعالوا نشوف أفكار درسي لليوم نشوف بتتكون أفكار هاي الدرس وعن شو بدنا نحكي أول شي رح نحكي عن النخاع الشوكي بشكل عام ونوصفه ونرسمه ونعرف أقسامه بعدين رح نحكي عن النسيج العصبي وشو بيتكون ورح نعرف أنه بتكون من عصبونات ودبق عصبي وآخر شي رح نحكي عن طبقات السحال إذن ثلاث أفكار رئيسية وأساسية حديث عن النخاع الشوكي حديث عن النسيج العصبي وأخيرا حديث عن السحال هدفي الأول أصدقائي أن أصف النخاع الشوكي وأن أرسمه مقطعا عرضيا له تعالوا تعالوا نشوف وصفه النخاع الشوكي أصدقائي بتتذكروا وين كان بيسكن النخاع الشوكي؟ أرسي مفضلي أحسنتي أحسنتي كان يسكن في العمود الفقري أحسنتي طيب الدماغ بشكل عموين كان بيسكن؟ أحسنتي بيسكن في الجمجمع صحيح أحسنت شكرا لجوابك أحسنتم إذن هاي أدوات الحماية لأبنى تمام؟ خلق طبعا نشوف السحاية اللي هي لها علاقة بهذا الموضوع طيب تعالوا نحكي شوي هيك عن النخاع الشوكي ونقول أن النخاع الشوكي هو حبل حبل عن جدوة سبحان الله لك مثل الحبل طويل هو حبل أبيض أبيض اللون له انتفاخ رقبي وآخر قطني شوفوا هنا هاي هذا الانتفاخ القطني بمنطقة القطنية شوفوا هذا الانتفاخ بمنطقة الرقبة هون في عنا انتفاخ تمام؟ إذن في عنا انتفاخين موجودين على طول النخاع الشوكي واحد بالمنطقة القطنية هو المنطقة القطنية عفوا واحد بالمنطقة الرقبية طيب يتفرى عنه 31 شفع من الأعصاب الشوكية 31 شفع يعني 31 زوج 31 زوج طيب إذا 31 زوج 62 أحسنت أحسنت رائع جدا 62 عصب 62 عصب تمام؟ أما إذا يكون جلب 31 أيوة تمام يعني أنا بعد من هون وهون 31 وهون 31 مجموعة بيكون 62 عصب لكن بقول أنا 31 شفع يعني سبحان الله هاد وهاد شفع هاد وهاد شفع كل زوجين اسمون شفع يعني إذن حفظوا هالرقم يتفرى عنه 31 شفع من الأعصاب اسمها الأعصاب الشوكية طبعاً لماذا سميناها شوكية؟ لأنها صادرة عن النخاع الشوكية أحسنتم 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 رائع جداً أحسنتم إذن لأنها صادرة عن النخاع الشوكي سميتها قال أعصاب شوكية طيب ياللي اللي صادرة من فوق من الدماغ من الدماغ من فوق تمام؟ هيا بسميها أعصاب قحفية أو أعصاب دماغية ليش؟ لأنه حتى الدماغ بيطالع أعصاب فمعناتها لأنها نوعين من الأعصاب شي بيطلع من النخاع الشوكي بسميها أعصاب شوكية وشي بيطلع من الدماغ بسميها أعصاب قحفية أو أعصاب دماغية تعالوا نشوف قال على سطحي النخاع الشوكي يوجد ستة أثلان المرة الماضية حكيت لكم عن كلمة ثلم وقالت لكم أنه بالعامية وبلغتنا نحن شو منقول تلم تلم تذكرين؟ أنت صح صح تمام فمعناها هلا نحن رح نحكي عن الأثلام اللي موجودة على سطح النخاع الشوكي ورح نقول أنه عندنا في ثلم أمامي في ثلم خلفي وفي عندنا أربع أثلام جانبية أنسي مالي شايفتون هدول طيب يلا هلا جايدكم بالحديث ورح نحكي عليهم بطريقة مفصرة كلمة ثلم صديقه هي اللي نحن إذا تعرف هيك بالزراعة بالفلاحة أهلنا وقته بيزرعوا بيقولوا زراعة ثلم التلم هو مثل المسكبة بيزرع فيها بقدونس بيزرع فيها بصل ما بعض مهم فالثلم قلسي يعني شقوق أيوة شقوق صحيح بس بتكون هلا مثلا الثلم ما بعرف إذا هيك بالفلاحين هنا ما كدير بيغمقون يعني هو للزراعة الخفيفة مثل عم يزرع مثلا بصل أو عم يزرع بقدونس هاي شغلات اللي ما بدها كتير جذورة عميقة تمام بيكون هيك يعني حتى نحنا منقول السكين متلمة تمام شو يعني متلمة يعني بدها ناخدها على الحداد أو ما بعرف شو هيك يسننا منقول نحنا تمام عشان نرجع تمام عشان ترجع تتخلص إن الأثلام اللي موجودة فيها وترجع حدة مثل ما نحنا منقول تمام فكلمة ثلم هو شق صغير وخدود حتى باللغة العربية منقول أخاديد أخاديد يعني مثل الخنادق الصغيرة تمام هلا عصورة بتوضح أكتر يلا في عنا ثلم أمامي وثلم خلفي وأربعة جانبيات فبالتالي بيصيروا ستة يلا بسم الله أصدقائي أنا جبت لكم هدول الصور لو أضح لكم الجهاز العصبي على حقيقته يعني مثل ما هيك موجود هاد صورة طبيعية لا جهاز عصبي لإنسان يعني هذا طبيعي حقيقي تمام شرحين الإنسان ومطالعين هيك مطالعين منه جهاز العصبي تبعه طبعا هاد هو جهاز العصبي المركزي المكون من المخ شوفوا اللي شراء نصفي الكرة المخية شوفوا التلافي في اللي موجودة وطبعا هون بها المنطقة تلاقي هيك البصل السيسائية اللي بتتصل مباشرة بالنخاع الشوكي هذا كله نخاع شوكي وهدول اللي هيك شايفينهم على الأطراف هنين الأعصاب الشوكي تمام طبعا هادا كمان تمثيل للجهاز العصبي عند الإنسان هدول الأعصاب بيصلوا لحت تروس الأصابع تبعنا سبحان الله شوفوا كيف الدماغ قاعد هيك مثل الحاكم يعني مثل الملك سبحان الله هو ملك السيطرة طبعا المركزي نحن عنا فقط الدماغ والنخاع الشوكي والمحيطي نحن في عنا الأعصاب تمام شوفوا هالأعصاب كيف مثلا لقوا أعصاب الرجلين كيف هي عريضة ليش يا ترى ليش ليش أعصاب الرجلين عريضة مين ممكن يجاوب تفضل محمود محمود كنتك تجاوب مين اللي حكم الأصدقاء أحمد عسيلا وأحمد يلا يلا أحمد عسيلا الجرين يعني بتحمل كل الجسم حلو بدها بدها يكون أعصابة قوية مو قوية نعم تمام فبالتالي سبحان الله لاحظوا كيف حتى مثلا الأعصاب الأصابع ما بدها القوة كتير لكو الأعصاب كيف بتكون رقيقة أما بالمنطقة هون هاي فيها تعرفوا العصاب الوركي لو عضيعة ضايع ذكرتو عسيلا العصاب الوركي ما بعرف هلا بالمسلسل كان ما بعرف مين هذا اسمه يلي كان عنده دكانة دائما العصاب الوركي تبعوا عم يوجعهم العصاب الوركي أصدقائي هو عصب بيتصل بالورك تمام فإذا صار فيه التهاب بالعصاب الوركي بيصير فيه مشكلة وآلام بالرجل يعني وآلام بالظهر بالمنطقة السفلية هون فأنا بس أتمثل لكم شأن أنه العصاب الوركي هو اللي بيحرك منطقة الورك وبيكون عن جد كتير شوفوا سبحان الله كيف لازم يكون فيه ضخامة معينة مشان يقدر يتحكم تماما بالرجلين لأنه مثل ما قال أحمد هنين الأساس بحمل الجسم هنين الأساس بالحركة فيفترض أنه تكون أعصابهم قوية كتير أين يسكن النخاع الشوكي أنتوا جاوبتوني يأتي شوي وقلتوا لي بال العبور فقره أحسنتم 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 تذكروا بقى تعالوا لنرجع بذكرياتنا الأديمة ونحكي عن بنية الفقرة اللي حكينا عليها بزمناتها وقلت لكم أنه هاي جسم الفقرة ليك ها هاي واحدة اسمه جسم الفقرة وهون كيف تمام وكان في علنا نتوء مستعرض أو مسميه نتوء جانبي هون وهذا نتوء جانبي وهذا جانبي وهذا جانبي أما هاد فشوكم النتوء الشوكي النتوء الشوكي هل سحقون يلي قال النتوء المرفقي أصدقاء النتوء المرفقي هناك الكوع تبعنا على الأساس وقمو الكوع تمام البوع الكوع تحت نحن بقول تمام النتوء المرفقي هو اللي موجود المنكان اللي بيوصل الساعد بالعضب تمام نتوء يا بزاكرة تمام طيب شوفوا أصدقائي أصدقائي هيك بتحسوا انه هذا جسم الأم هيك وهي إيديها هيك ومخبيته سبحان الله شوفوا كيف مخبة أي ضرر يحميه بالكامل لصدرر ضرر ونسبة واحدة بني أنسي بصير في خلال بالعصاب طبعا لأنه هو خلايا كتير حتى غير متجددة يعني لا سمح الله إذا صار أذية بالخلايا العصبية خلاص رحت على ليلة الإنسان وصاب بالشلل فشوفوا أصدقائي هاد من برة أي صدمة بتجي مين بيلاقيها مين بيصب يمتص جسم الفقرة جسم الفقرة أحسنتم هي البنية العظمية الآسية أما وبظل هذا محمي من جو لك شون خبيته شوفوا كيف وطبعا الأعصاب بتطلع من هون من هون من هون من هون بيطلع 31 ومن هون بيطلع 31 تمام 31 طيب مين بيتذكر لقدش كانت عدد الفقرات يا حلوين نعم أحسنتم أحسنتم جميعا أحسنتم أحسنتم 33 فقرة 33 فقرة معنات من هالحكم نستنتج إذا لدينا نحن وحده 30 معنات كم فقرة ما بيطلع من هون فقرتين فقرتين تمام أحسن من كل فقرة بيطلع شفع أي وقت من كل فقرة بيطلع الشفع واحد من هون وواحد من هون طيب أصدقائي هاي الصورة إذا أخذتوا لأ لقطة شاشة لأنه هاي الصورة واضحة بالكتاب ما كتير واضحة مشان هيك يظل ترجعوا لها يعني تمام تمام ممتاز يعني تعالوا نكمل بزمنات وحكينا عن شي بنية اسمها ذيل الفرس إذا بتذكروا ذيل الفرس أصدقائي هنن آخر آخر العمود الفقري بتجمع هالأعصاب هيك هيك مع بعضها شوفوا كيف بتصير مثل دنب الحصان شوفوا كيف العلماء بسموها ذيل الفرس هورس تيل هورس تيل تمام شوفوا كيف ذيل الفرس على الطبيعة هيك بتكون سبحان الله بالتشريح شوفوا كيف هيك مثل الشعرات تبعات ذيل الفرس هاي المنطقة بنهاية المخاع الشوكي من لايها يلا بسم الله هلا بقى بتفوت بمقطع عرضي للنخاع الشوكي مقطع عرضي للنخاع الشوكي هلا بقى بتبين معي الأثلام وعددها وكيف شكلها وإلى ما هنا لك أول شي أصدقائي في عنا مادة بيضاء صفتها أنها محيطية لك وش لون لونه أبيض من البر من بر لبر كله أبيض لأنه أصلا أناقلة هو حبل أبيض طوي جانبي جانبي حبل أبيض حبل أبيض قناة السيساء هاي اسم قناة السيساء من هون موجودة بنص النخاع الشوكي هاي القناة ممتدة من فوق لتحت على طول النخاع الشوكي مجوّفة مجوّفة لكن مليئة بسائل دماغي شوكي داخلي سائل دماغي شوكي داخلي كلمة دماغي وشوكي أصدقائي تذكروا لما حكيت لكم على البطينات بالدماغ سائل قلت لكم أن البطينات عدد هون عدد هون قديش أربعة أحسنت أربعة أربعة أحسنت إذن نحن في عنا أربع بطينات أربع بطينات وإثنان جانبيان والثالث والرابع هدول البطينات أصدقائي مفاضين هننا معبايين سائل هاد السائل اسمه سائل دماغي شوكي لكنه داخل يعني من جو محصور محصور داخل هالبطينات طيب بيوقف لا لا ما بيوقف يا ريت نحط لكم الصورة هلأ هلأ برجع لكم لإله البطينات متصلة بمع مين قال البطينات متصلة مع القناة السيساء يعني البطينات صارت فوق بالدماغ لكن من تحت عند البطين الرابع ما بتذكروا البطين الرابع كان فوق البصل السيسائي اذا بتذكروا فخلينا نقول في شلمونة في مثل الشلمونة بتوصل بالبطين الرابع هيك لتحت على قناة السيساء فإذن قناة السيساء متصلة مع مين مع البطينات معناها البطينات مملوئة بسائل دماغي شوكي داخلي وقناة السيساء مملوئة بنفس السائل مهن المتصلين مع بعضهم كمان هذا السائل اللي بقناة السيساء اسمه سائل دماغي شوكي ولكنه داخلي ليش حكيت كلمة الداخلي لأنه في عني نوع تاني اللي هو الخارجي وقته بنحكي على السحايا بنحكي على تمام وصلت الفكرة تعالوا نكمل هلأ بقى وصلنا للمنطقة الداخلية أو اللوب خلينا نسميها هي منطقة رمادية رمادية لها قرنان أماميين وقرنان خلفية مثل حرف X وهيك وهيك عنا قرنين خلفيين وهدول قرنين أماميين هذا قرنين هون أماميين هون قرنين خلفيين وهدول منسميهن المادة الرمادية طيب بعدين في عنا ثلم أمامي ثلم أمامي شو صفته الثلم الأمامي أصدقائي بيكون متسع لك عريض عريض أو متسع وقليل العمق فايش مثل ما نقول نحن على الفايش تمام؟ إذن عريض وقليل العمق هذا الأمامي تمام؟ أما الخلفي بقى قال بيكون ضيق وعميق ضيق وعميق طبعا هون الرسم فيه شوية خطأ هو لا يصل إلى المادة الرمادية ما بيتصل فيها يعني على نأرة كان رح يدقر فيها بس هو ما بيدقر فيها بالواقع تمام؟ إذن ثلم خلفي ضيق وعميق وثلم أمامي متسع وقليل العمق أو مثل ما نقول فايش تمام؟ بعدين في عندنا الأثلام جانبية عددها أربعة منين بتجي؟ عند كل قرد عندنا واحد هون هيك خفيف كتير ليك وش لون؟ هيك واحد هون واحد هون وعندنا كمان واحد هون واحد هون هيك بهالمنطقة ما كتير مبينين أصلا لأنه هن كتير فايشين كتير يعني يا دوب يا دوب يبيني هدول منسميهن أثلام جانبية أثلام جانبية وعددها أربعة بالعدد بيكونوا واحد اثنين زايد أربعة بيطلعوا ست أثلام ست أثلام إذن بالنهاية النخاع الشوكي مكون مادة بيضاء وقناة السيساء مادة رمادية وست أثلام وست أثلام في سؤال؟ لا أنسي أتك كيف؟ أسماء محدود غير الفيلم أمامي وفيلم خلفه أسماء محدود أمامي وحبل خلفه وحبل جانبي تمام هدول الحبال ما رح نحكي عنهم هلأ بدرسنا القادمة بنحكي عليهم ما دخلنا فيهم حاليا لهيك أنا مجبت سيرته حتى هون بالمقطع العرضي مطالبين منكون غير هدو تمام يلي بكتوبين بالكتاب صورة الكتاب بكتير واضحة هاي الصورة موجودة بكتاب البكالوريا أصدقائي تمام هي أوضع نحن هاي نتقطل صورة تمام أنسي ايه أنسي هنا أربع هنا ثلاثة جانبي عددها أربعة الأثلام نحن عنا واحد مكتوب في الكتاب ما مشكلة هنا حقيقا أنه فيه ثلم جانبي بس هنا مو ثلم واحد نحن بالبداية حكينا أنه هنين أثلام جانبية عددها أربعة تمام بكل طرف اتنين هون فيه اتنين وهون فيه اتنين تمام تعالي لأرجع لك تماما أنسي لكم بالكتاب بكتوب أربع أثلام جانبية بس ايه أنا لاحظت بالكتاب محطوط بس بهالمرة محطوط ثلم بس هاد ما بيدعي أنه يكون بس فيه عنا واحد لا نحن عنا أربعة بالحقيقة تمام ايه أنسي أنا كتبت جنبه أنه عددهم أربعة تمام يلا بسم الله آية رح طالعك على السؤال الأول وطبعا فيه أسئلة بعدها أنت بتختاري الأصدقاء اللي رافعين إيدهم ايه فكري وأجيبي يا آية كم عدد الأعصاب الشوكية أنسي 62 أحسنتي أحسنتي طيب 62 شو بتحطي كلمة بعدها 62 شو أنسي 62 من العصاب الشوكية أحسنتي إذن 62 عصاب طيب إذا قلتلك إذا قلتلك حكيلي بالأشفاع هده ش بتقليلي الناص أنسي أربعة لا إذا قلتلك أحسنتي رائع جدا 31 شفع 31 شفع لكن كلامك صحيح إذا بتكتبيلي 62 عصاب إجابتك صحيحة إذا بتحطي 31 شفع إجابتك صحيحة أحسنتي شكرا لجوابك طيب يلا اختاري لنا حدا رافع يدو أنسي أنا إيه إيه اختاري من حدا من أصدقائك يلا يا حنان إيه أنسي معي يلا عدد أثلام النخاع الشوكي بستعداد ألا حينطل بغير يتجاوي موني عرفوني أنا أنا بجاوي ألا أنسي أنا بجاوي يلا تفضل إيه غزالة أنسي أنا رفعي دول وحدي أنسي سلم أرامي يلا اللي سؤالي لدي بعده بس ذكريني ياسميك لاحظه شوي غزالة ممكن أن تحكي سكينة ابتسام أنسي أنا ابتسام يلا ابتسام بعد غزالة يلا العدد أسلام العدد للأسلام يا غزالة أنسي سلم أرامي وسلم خلفي وأربع أسلام جانبية إذن عنا ثلم أمامي متسع قليل العمو عنا ثلم خلفي ضيق وعميق وعنا أربع أسلام جانبية شكرا لإجابتك يلا يا ابتسام معي يا أنسي معك المخاعش شوكي رمادي من الخارج أبيض من الداخل هل هذا صحيح أم خاطئ مع التصحيح إذا كان في خطأ لا أنسي خطأ حلو صححي أنسي رمادي من الداخل وأبيض من الخارج أنتي رائع جدا أنه خاعش شوكي أبيض من الخارج رمادي من الداخل شكرا كتير لإجابتك الله يرزيكم الخير يا رب يرزيكم العافية طيب أصدقائي أبن ما فوت بهذا الموضوع رح أرجيكم فيديو أول تمام أبن ما فوت بهدفي الثاني بعدين من كم أسأل أسأل خلصوا الأسأل يلا بالفقرة ما ضل غير عشر دقايق يعني لدرسة الرياضية تمام رحنا نرحق بس نشوف الفيديو اليوم إن شاء الله يلا بسم الله شفتوا الهيكل العظمي شفوا العمود الفقري النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي نرحق بحماية خلال القناة الفقر أسأل سمابي الفيديو عن سوق الفيديو أجي شوي بعدين ميرو طيب مو مشكلة لأن إحنا بنا نهتم بالصورة وإحنا بنتدع للفيديو بنحكي هعلي لكم الصوت إذا حابين وإشان بس هيك هعطوا بالنص مشان تسمعوا صوتي وصوته إذا نحنا كان عنا تعليق إلى 42 سنتمترا عند المرأة و45 سنتمترا عند الرجل وتنبتق منه جميع أزواج الأعصاب الشوكية التي يبلغ عددها 31 شفتوا كيف أصدقائي محدود 30 زوج من الأعصاب الشوكية ولحظوا للمرأة الطول عندها 42 بس الرجل عمود الفقري أطول 45 هي بنية الفقرة أصدقائي النخاع الشوكي مثله مثل الدماغ محاط بالأغشية الصحائية الأم الحنون الأم العنكبوتية والأم الجافية بين هذه الأغشية يوجد السائل النخاعي السائل الدماغي الشوكي هذا الخارجي أصدقائي يحتوي الحبل الشوكي على فتحة في مركزه القناة المركزية هي المركزية نفسها قناة السيساء شفتوا وين لاحظتوا بسبب النمو الأكثر سرعة للعمود الفقري بالنسبة للحبل الشوكي فإن الجذور العصبية لا توجد في نفس مستوى الثقوب الفقرية التي تخرج منها لهذا السبب ينتهي النخاع الشوكي في مستوى الفقرة القطنية الثانية بينما يعطي أعصابا تصل إلى الفقرة العجزية الخامسة أو حتى إلى أول فقرة العصاص لمنع أيّة إصابة في النخاع الشوكي تتم عملية البزل القطني لجمع السائل النخاعي أسفل الفقرة القطنية الثانية يتبع النخاع الشوكي مصار العمود الفقري ينتج عن ذلك انحنائين في مساره الأول على مستوى العنق مع تقاعر خلفي قعس والثاني على مستوى الظهر مع تقاعر أمامي حداب نلاحظ كذلك وجود توسعين للحبل الأول في العنق والثاني أسفل الظهر يرجع ذلك إلى تعصيب الأطراف العلوية والسفلية عند منتهى النخاع الشوكي يوجد المخروط النخاعي والذي ينتهي بديل الفرس مجموعة من جدور الأعصاب القطنية والعجوزية نلاحظ في مقطع عرضي أن لدى النخاع الشوكي منطقة وسطة المادة الرمادية التي تحتوي على أجسام الخلايا العصبية ومنطقة هامشية المادة البيضاء والتي تتكون من المحاور العصبية والأغماد النخاعينية التابعة لها تأخذ المادة الرمادية تشكل فراشة مع قرنين أماميين يحتويان على أجسام الخلايا العصبية وقرنين خلفيين يضمان أجسام الخلايا التي تتلقى الألياف الحسية بالإضافة إلى ذلك يوجد على مستوى الصدر قرناني جانبيان يضمان أجسام الخلايا العصبية الودية على سطح النخاع الشوكي تنتظم المادة البيضاء في ثلاثة أزواج من الحبال الحبال البطنية الظهرية والجانبية نلاحظ أيضا وجود بعض الأخاديد على سطح النخاع الشوكي أعمقها الشق الناصف الأمامي الأخدود في الجانب البطني ثم اتلموا المتوسط الخلفي وهو الأخدود في الجانب الظهري وزعوا جاني اثنين من الأخاديد الجانبية على كل جانب والتي تظهر منها الجذور العصبية لحظتون أصدقائي الأثلام الجانبية شفتون كيف مكتير كثير أسماء لهيك ما بيبينوا كثير شوفوا هاد واحد وهاد واحد وطبعا هون واحد وهون واحد فبالتالي نحنا بيكون في عنا أربعة اثنين بهذا الطرف واثنين بهذا الطرف هذا خلفي وهذا أمام أمامية للألياف الحركية والخلفية للألياف الحسية تتحد هذه الجذور لتشكل عصبا شوكيا على كل جانب اشتركوا في القناة إن شاء الله بإذنه تعالى درس القادم نكمل وبتمنى أنه يكون الفيديو وضح لكم كثير من الأفكار يلي هيك سبحان الله بالتخيل ما تزبط معنا إلا لنشوفها وثلاثية الأبعاد